الفقرة الثالثة من جدوى الأعمال لهذا اليوم انتخاب رئيس المجلس انقسام سياسي تحت قبة البرلمان حول شخصية الرئيس الجديد لمجلس النواب بعد حصول سالم العساوي مرشح السيادة وعزم على 158 صوتا في جلسة السبت المخصصة لاختيار الرئيس فيما حصل فيها محمود المشهداني مرشح تقدم والمدعوم من اتلاف دولة القانون على 137 صوتا تقارب في الأصوات أسفر عن تشابك بالأيدي تطور إلى إسالة دماء داخل المكون السني ما حصل في جلسة الأمس يمثل رصاصة الرحمة في جسد حالة التوافق التي كانت تعالج الكثير من الأزمات السياسية ومؤشر عن وجود حالة من الانسداد السياسي داخل المشهد لذلك من المستبعد معالجة أزمة رئاسة البرلمان في ظل المعطيات الحالية إلا اللهم أن أحد الأطراف قدم بعض التنازلات وهذه التنازلات قد تكون لقاء مكاسب خلاف الكتل البرلماني أجاء بسبب مطالبة السيادة وعزم بالمضيب الجلسة لإعلان فوز مرشحهم سالم العساوي فيما نحى أعضاء كتلة تقدم لدعوة البرلمان إلى تغيير النظام الداخلي قبل إعادة الاقتراع إلا أن الشجار والفوضة التي عمت قاعة المجلس دفع الرئيس بالوكالة إلى إرجاء الجلسة إلى إشعار آخر أعتقد الموقف صعب جدا ولن يحسم خلال هذا الأسبوع وأعتقد يحتاج إلى فترة زمنية ويحتاج إلى توافق سني لاختيار شخصية محينة حتى يحسم هذا الأمر لأنه بصراحة ضر بالعملية السياسية وضر بجلسات مجلس النواب وبدأت مجلس النواب يفقد قوته بسبب شغل هذا المنصب ستة أشهر مضت على إقالة الرئيس السابق محمد الهلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية العليا دون أن يتمكن البرلمان من الاتفاق على شخصية بعينها لشغل المنصب في ظل غياب التوافق بين الكتل السياسية وخاصة بين الأطراف السنية لتتجه الأنظار إلى ما ستحمله الأيام المقبلة لاجتماعات للكتل السياسية قد تضي إلى التوافق وإنهاء حالة الانقسام السياسي الحل في التوافق لاختيار رئيس جديد للبرلمان هكذا يختصر السياسيون سبل التوصل الاتفاق لملء أهم المقاعد البرلمانية الشاغرة خاصة بعد خروج جلسة السبت عن إطار التفاهمات إلى فضاء الاشتباك بالأيدي من بغداد سرمد القاص الحرة